ما يقدروني نافسون هذا الحوت هذا الحوت بالطباعة والتربية هو نفس القديم لها صغير واحد غير واحد إلا علاقة بذاك هم يفرقون ما أدري لا تدري لسوين لنا مشاكل نجل خاطر الله أنا قبل فترة تحدثت عن يعني مديرية أدوية سامراء والفساد اللي دي يصير يعني مما أقوله أنه مثلا في مديرية صغيرة أنه يتم احتكار كل العقود كل الأنواع العقود سواء كان الطباعة سواء كان مستلزمات تجيز المستلزمات كلها يكون شركة واحدة ومكتب واحد زين الآخرين من الشعب العراقي وين يشتغلون يعني ليش أنه احتكار لجهة معينة هسا بدأ أشتغل على ملف آخر بما يتعلق بموضوع الطباعة في وزارة التربية أيضا مثلا مقدمين مناقصة قدموا أربع الشركات والمناقصة الزينة وكذا فلأن يردون لأن اللي مقدمين بأسعار أقل مو يردوهم هما يأخذون يردون أن يكون شخص معين دافعوا هذا الحوت مالتهم دافع فلوس يردون هذا يأخذ فالشي يفعلون أعادوا لمناقصة وسووا مناقصة شوية رتبوها على مثل خيطوها على قياس هذا الفاسد وقدموها من جديد هسا حتى هو يروح يقدم الآخرين اللي قدموا الشركات المحلية العراقية بعد ما يقدرون ينافسون هذا الحوت لأن هذا عند علاقات وعند كذا فهي هاي المشاكل بعدها موجودة هذا الحوت بالطباعة والتربية هو نفس القديم لا تغيره يعني مو ذاكت تتحت عليها لقبل لا لا لأنه لا يفصلون لا لا يراد لطول أصغير واحد جوي ها زيان أنت لا لا أصغير واحد غير واحد إلا علاقة بذاك هم يفرقون ما أدري لا تدري لسه ويننا مشاكل نجل خاطر الله لسه أنا علي حملة من ذاك اليوم من حاتي على فساد بعض الجهات ويدفعون ملايين للوكالات والمواقع السخيفة أنه حتى يحشون علينا شنو والله لأنه أحشى على فسادهم لو يموتون ما رح دعت السر وخل يسمعون هم الآن يسمعون العراق الأبيض غراقي والعراقية الأبيض أبيض ولم صخموا الفاسد أرذلوا خلق الله إنسان خلي يروح لها القنوات الالكترونية خلي ذول يبسون التليجرام مقدمين البرامج والإعلاميين الحثالات الذين يقبضون على أساس شرف العراق هؤلاء العراقيون العراقيين قد عرفوهم ولفظوهم ولم يحترموهم أمضوا في كشف هؤلاء العراق يستحق شعبنا يستحق أما كل شريف يكشف ملف فساد وإيدة بيضة لوجه الله تعالى الله ناصره مو كم معلامي تافه وكم معلامية تافه وكم موقع الإلكتروني تافه يوقف عمل الشرفاء أمضوا ولا تخافوا في الحق لو ما تلائم وحياتك ذول ما يسهون ما يسهون بريزة دوسوهم دوسوا على الروس ومفوتوا أي والله بلاد أنا بصراحة يعني يجوز تعرفني عن قرب أيضا يعني حتى على مستوى الشخص يعني ما أهتم بهذه الأمور شقد ما يحشون خلي يحشون المهم إذا أكو شي بالدولة العراقية ضدي والله هذا القضاء موجود والآن ما عندي سلطة شرطي ما عندي ما عندي أحد يدافع عني بمؤسسات الدولة روحوا تكلوا على الله واشتغلوا أقاموا علينا دعاوي وحضرنا بكل احترام أمام القضاء العراقي وتعامل معنا بكل احترام وبكل مهنية أدلوا بدلوهم وأدلينا بدلونا وقد حق الحق زيان ترجمة نانسي قنقر